كيف يمكن التعامل مع السياسة والعلاقات الدولية في مثل هذه الكارثة حيث هناك حديث عن السياسة وتغليب السياسة أم تغليب الإنسانية محاولة لتغليب الإنسانية مع جمود عمليات السياسية والعقوبات بكل تأكيد عندما أعلنت الحكومة السورية عن هذه المناطق أنها مناطق منكوبة فهذا يفترض به أن يفعل الحق في المساعدة الإنسانية كمبدأ في القانون الدولي أو في العلاقات الدولية هذا الحق في المساعدة الإنسانية هو يقوم على بعض المبادئ المؤكدة والضرورية منها احترام سيادة الدولة التي وقعت الكارثة على أرضها وكونها هي المسؤولة عن تنظيم عمليات الإغاثة برمتها وهذا طبعا يجعل من الاستعانة بالدولة السورية والمعابر الشرعية ضرورة في مثل هذه الحالة لكي لا نشاهد ما شاهدنا سابقا من امتناع بعض القوى المسلحة على الأرض غير النظامية غير الشرعية عن إدخال المساعدات تحت ذرائع عدم وجود إمكانيات لوجستية أو إلى ما هناك في حين أن الضحايا يموتون تحت الأنقاض وأيضا من المؤكد أن مبدأ الحماية الإنسانية أو طلب الحماية الإنسانية لنقل المساعدة الإنسانية وليس الحماية الإنسانية بالتحديد هو يتطلب أيضا الحياد المطلق كما فسره مؤتمر سانريمو عام 1992 الذي بحث في شروط هذه المساعدة الإنسانية وقال أن يجب أن تكون محايدة بشكل مطلق لا تدخل فيها الاعتبارات السياسية ولا المدانية ولا أي شيء من هذا القبل هذا ما ينبغي أن يكون ولكن ماذا عن ما هو كائل ما ينبغي أن يكون طبعا الحقيقة لحد الآن المشهد فيما يتعلق بالمساعدات الأتيمة من الغرب هو عبارة عن أرض قاحلة عن جفاف شبه مطلق فقط يتم الحديث اليوم عن وصول طائرات إيطالية طائرتين إيطاليتين أولا هما وصلت إلى مطار بيروت لكي تنقل المساعدات نحو الأراضي السورية هذا طبعا غريب لأنه من الممكن يعني هبوط طائرات تحمل المساعدات الإنسانية في مطار حلب أو في مطار دمشق أو في مطار اللاذقية لا يمثل أي نوع من التطبيع السياسي ولكن هناك الحقيقة من يقرأ بأن هذا المطلب هو مطلب إسرائيلي لكي تتمكن الطائرات الإسرائيلية من الإغارة على المناطق التي تريدها في الداخل السوري دون أن يكون هناك خطر حوادث مع طائرات من جنسيات مختلفة ولذلك لحد الآن هناك اعتبارات غامضة هناك تسيز في هذا الأمر بناء على أكثر من اعتبار ليس فقط ما يتعلق بما يطلق عليه قانون قيصر الذي رفعت أو جمدت بعض مواده لمدة ستة أشهر جزئيا ولكن اعتبارات أخرى يعني تعرفها جيدا الحكومات الغربية عن طريق أجهزة استخباراتها وعن طريق أجنداتها السياسية تجاه المنطقة ترجمة نانسي قنقر